مدام علي بالنجمة اليوم الهيئة الحقيقة والكرمة تتحمل ولا تحمل مسؤولية كبيرة مسؤولية بطء معناها مسار العدلة الانتقالية كل قائل اليوم ستة سنين وكما كان يحكي توا يبلغ دامسي ممثل الرابطة يقول لك ستة سنين عندكم كل الملفات عندكم كل المعطيات عندكم الناس اللي انتهكت ولي انتهكت حقوقها وعندكم الجلدين بالأسماء شنو تنتظر لهيئة اليوم لكشف الحقيقة والمحاسبة أنا مش نبدأ كلمي أولا نقول للسيدة المشاهدين راهوا آخر أجل لقبول الملفات هيئة الحقيقة والكرمة هو 15 جوان 2016 فرجاء رجاء من الناس اللي كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كانوا ضحايا أو حتى شهود على فساد مالي على اعتداء المال العام على تزوير انتخابات انهم يتوجهوا ويقدموا ملفاتهم الهيئة الحقيقة والكرمة ونعلمهم انه الهيئة تحل أبوابها ليلا في مكاتبها الجهوية التسعة وإلا في مقرها المركزي في تونس مكاتبنا الجهوية في القاسرين، قافصة، سيديبوزيد، سفاقص، جابص، مدنين، وجندوبة، والكاف ماذا بينا؟ الناس راهي اللي ما تتوجهش راهي قاعدة تخسر في البلاد في فرصة ثمينة انه نكشفوا شنو اللي صار في بلادي فرقون، ترى الناس اللي اعطات فيكم ثقة وتوجهت توجهت توجه ستة سنين الاحتقاف ما نوع من خليني نقول بش حسن النية راو ستة سنين ما يتحسبوش علينا احنا غدوة تسعة جوان احنا نهار تسعة جوان وقع معانتها بديت هيئة الحقيقة والكرامة نصيبت نهار تسعة جوان 2014 معانتها عنا عامين احنا بدينا نخدمه دونك ما نبدأ وش نحطوه في ستة سنين ثم العادلة الانتقالية راهي مشي بدعة تونسية تونس هي اقل بلاد خذيت وقت باش عاملت عادلة انتقالية احنا 44 تاجربة احنا تاجربة لا 44 43 تاجربة قدامنا قعدوا عشرات السنين باش عاملوا عادلة انتقالية احنا اقل بلاد اللي يخذينا 3 سنين باش عاملنا عادلة انتقالية وعنها هيئة بديت تخدم عندها عامين والملفات الباب يتغلق يخيحنا نطلبه بش يكون عنا نتائج واحنا مزلنا مغلقناش باب قابول للملفات معانتها شوفرا ويلزلنا نكونوا منطقيين وواضحين مع بعضنا هذه محاسة سياسية العادلة انتقالية راهي في تونس راهو صار حوار وطني حوار وطني معنتها ودعيت له جميع الاحزاب السياسية جميع منظمات حقوق الانسان جميع منظمات الضحايا الهيئات المهنية الاتحاد الشغل العراف يعني الرابط الامن يستيل كلهم الكلهم شاركوا وفما احزاب وهيئات مهنية ونذكر هنا الحزب الجمهوري جابنا مشروع قانون كامل تعادل انتقالية هيئة المحامين جابت مشروع قانون كامل معنتها شوفرا وحوار وطني معنتها ومناقشات ورا ورا شوف مذبية اليومة خاصة الليلة من سيسوش المسائل هذه انه نحكيه على عدم كفاء او نحكيه على موالات رو هذا الكل ما يقدمش بنا هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة اختارها الشعب التونسي واختارها المجلس التأسيسي المجلس التأسيسي توجدت شوف انه نختلفوا مع عباد فيها هذا من حق اي انسان اما انه معنتها نحملوها مسئولية والحال انها ما زالت تقبل في الملفات ونطلبوا منها انها تمدنا من نتائج معنتها النتائج مش تكون مغلوطة اذا كان انا مزلت ما تسكرتش البيت متاع قابول الملفات شنية النتائج ايه معناتها انا اللي فهمتو مادام هولي دقيقة دقيقة معناها موش افيري المزير بمسألة قابول الملفات وممتو قاعدين تعملوا في التخاتمات دي دوسيه بش تسكروا باب القابول الملفات نعملوا في التخاتمات دوسيه اما انا منجمش نحتيك نتيجة لحويج ما تنجم تكون مزالت في ملفات اخر احنا راهوا بسماعاتنا اللي نسمعوا فيها فنكتشفوا في حويج اللي مثلا نحكيلك انا حذرت في سماع في سماع هذا الشخص يقول راني في المنطقة اللي انا فيها فما زوز ماتوا تحت التعذيب وانا نتذكر ركر ما نعرش سماعهم نتذكر انو الناس لكل وقتها كانت تقول بعد ثلاثة اربعة وشهرة سمعنا واحد اخر قال راو انا كنت في المنطقة في البقعة الفلانية امرا ومات فلان وفلان تحت التعذيب فما نتاج احنا نتشفوا فيها من الملفات هي بيدها فانا منجيش نخرجلك ثم هيئة الحقيقة والكرامة لا علاقة لها بالقضاء الملفات اللي بش تجيها وبش تدرسها هيئة الحقيقة والكرامة لا تحكم لا تقبط في الملفات وما تقضيش فيها الملفات اللي فيها انتهاكات جاسيمة تعدى للقضاء تتعدى للقضاء الفصل 8 واضح فما دوائر قضائية متخصة هي اللي بش تبط في الملفات هذه ما انت منقولوشي وثم الناس اللي بعد الثورة يتوجهوا للقضاء احنا خاتر راو هيئة الحقيقة والكرامة ولايتها من بين الاول من جويليا 1955 حتى ال31 ديسمبر 2013 يعني ما ثم حتى حد بعد 2013 وإلا حتى في 2013 قتلوا الهيئة ما تمشيش للقضاء العدلي بش يشكي لانت راو ما نقولوشي فما تعطيه ولا وجهة الناس خلينا نحكيو على الملفات خلينا نحكيو على المضمون الملفات هذي اليوم عندكم علم بها فما مثلا من الشهادات شكون جاي اليوم وقدم ملفهم اللي هيئة الحقيقة والكرامة هو راهو واجب التحفظ انا من نجامش نقولوشي شكون جاي ولا ما جايش اما اللي نقولوك راهو احنا جاوونا جميع العائلات السياسية جاوونا جميع العائلات الديولوجية جاو معانتها احنا اليوم ما فطنا 45 ألف ملف تقدمنا لهاي وراهو الناس الكل بل اللي شفناه صدقني فما افضع منه معنتها راهو واذاك عليش انا نحف الناس راهو الناس اللي معانتها تعتقد انها بيش تكبر قلبها وميش جاية للهيئة يخويا راهو الجايان للهيئة مش معاناها طلب تعويض راهو ولا جبر ذرر لا فما ناس جاية للهيئة طالبة حفظ الذاكرة فما ناس جاية للهيئة طالبة فقط كشف الحقيقة وراهو اللي يجيه يطلب جبر الذرر ومنحقه راه ما هي شي منه ولا هي بدعة تونسية منهارة اللي توجد وتوجد المنظومة القانونية حيث ما وجد ذرر وجد جبر وذرر لكن فما ناس جاية تقولك أنا محشتيش بالجبر الذرر ومحشتيش بالتعويض أنا جاي هنا باش نحفظ الذاكرة أنا جاي هنا باش نطلب كشف الحقيقة وراهو هام جدا لينا احنا ولولادنا ولبلادنا باش نكشفوا الحقيقة هذي باش نظمنوا عدم التكرار عدم التكرار الانتهاكات هذي اللي صارت في بلادنا يلزمنا نكشفوها باش ما تحاوتش تصير في بلادنا جستو مو كامل بالنوس من النقطة اللي كاملت بها مادم عليتو يزمنا نكشفو التأخير في عملية كشف الحقيقة هذي اليوم تجم تأثر على المستقبل بمعنى وأنه اللي كان يحكي فيها يوبي يقولك اليوم فما خوف لو كان ما تمش كشف الممارسات هذي والقمع والاختصاب وغيره معناها وما تمتش وممتون محاسبة الناس اللي قامت بالانتهاكات فما حتى ضمان باش أنه ما تتعودش هالانتهاكات هذي بالفعل لكن أنا حابة أنت فاعلة مع الأصدقاء أنا كنت في المجلس الوطني اللي رابطة تونسي للدفاع الحقوق الإنسان وكنت في هائل فرع تونس منظمة العفو الدولية وتبعت هذا الملف كأعلامي مطولا من حاجات اللي تفتخر بها تونس أنه أمنيستي انترنشونال مع كل العائلات السياسية من الستينات والسبعينات وفي الثمانينات وقفت مع كل المساجين وفروع منظمة العفو الدولي دولية لأنه بالقانون هي منظمة العفو المحلية ما تدخلش في المحليين فهي تحرك الفروع العالمية لعبة دور كبير في احتضان لاجئين سياسيين في متابعة العائلات في إرسال رسائل المساجين في تمكين بعض منهم القراءة إلى غير ذلك وربطة حقوق الإنسان بكل عائلتها إذن حبوا منحلوا الملف هذا في فترة من فترات الرابطة كانت أغلبية أمديس من حركة ديمقراطيين الشراكيين وبعد في فترة من فترات ولت أغلبية من عائلات سياسية أخرى بعد دلفين ولت من عائلات سياسية أخرى لكن أنا أقولك وظيفيا السؤال اللي يطرح هل أنا قامت بدورها أو لا في ملف الحريات عموما عموما مجلس الوطني الرابطة تنسية لدفاع الخوق الإنسان من آخر آهد برقيبة وانا قلت نحضر كان يتابع كل القضايا وكل الملفات بما في ذلك الناس اللي فترة من فترات ربما تنسى وتوذك أبو عجيلة وغيرهم اللي محسوبين تنظيمات متشددة لأن الرابطة تنسية لدفاع الخوق الإنسان ومن استيماعهم هاش أصل الملف أنك عندك الحق في تحقيق في ظروف عادلة ومحاكمة عادلة وبعد ما يصدر عليك حكم أنك تقيم في السجن في ظروف لائقة وغاك علاش منظمات لعفو الدولية مثلا وقت لدخله وذي ممكن تحذف عزيز كريشان وبعض المناظلين ما زالوا عاشوا فترة هذه بعد ما قعدوا من ستة شهر مجموعة برسبكتيف في السجن تفطنوا للكهف اللي فيه 37 درجة تحت الأرض اللي مقيمين فيه مجموعة المحاولة انقلابية متاع الزهر الشرائط فيه معامل علي بن سلم نايب طوى بعد ما عدوا ستة سنوات وخرجوه من غادي بعلاقاتهم بضغط من المنظمات الحقوقية العالمية أنا قبل ما نوصل في الملف هذا يعتبر أنه فمأ إرجانس إلي هاي؟ أنه بعد ستة سنوات مهم جدا وتبعت الملفات القديمة لكن الأخطر منها احنا نعرف لثم تعذيب الآن متواصل سياسة دولة مش سياسة دولة متواصل ثم عائلات متع مساجين حق عام وموقفين في قضايا ذات سبغة استثنائية بما في ذلك المتهمين بالإرهاب اللي هم من الآن ألافة وعشرة الألاف قاعدين يتمرمدوا ويقضوا نهار ونهارين بشيوصل يوصل قفة ويقعد ستة سويا في الشمس وفي المطر قدام المرنجية وقدام السجون بينما مفروض العائلة مش معاقبة الليلة قد ما نعرف أنا مع الطيات الأخ لطفي عزوز أعطاه حاجة أخرى قال كانوا مش فقط التعذيب متواصل ولكن كذلك حتى الاقتصاب الاقتصاب فأولوية الأوليات مش منقدش نتحذفها لشأننا نختلف على شوقها في العصر العباسي والأمة وشعهد بورقيب هذا قالوا وزراء الداخلية اللي قبلوا التعذيب ينبغي أن ينتهي حتى لو كلمش سياسة دولة الدولة الليوب الدولة تحوى أنها تحاسب حتى الحالة المن التعذيب ينبغي أن ينتهي السجن شكل من أشكال العقاب التي تفرض هو في الأصل فيه معمول يزم يكون فيه تكوين مهني وتدريب وتعلم المساجين خدمة وتعمل لهم سيكاتر عقوبة يحر من عقوبة الحرية فقط أخرى في السجن غير سلب الحرية فالتعذيب وأنا مشيت كصحو في في 2012 و13 يوم العيد شفت سجن مرنقية رغم أن يعملون مجو عيد وعلالش يعني الغرفة التي تتساعد العشرين واحد فيها حوالي سبعين تسعين شخص لم أملكت ذاذ من بين أهم يعني مرنقية وفرض أن يكون الألفين في سبع لف وغيره هذه الآن يبغي أن تكون أولوية الأولويات بما في ذلك للهيئة وأمنيستي والرابطة التنسية للدفاع للحقوق للإنسان لا يجب وظيفة التدريب والتكوين ونشر ثقافة حقوق للإنسان تكون على حساب هذه في نفس الوقت يجب أن العدلة الانتقالية يجب ها نظرة واقعية إذا ثم الناس دخلت للسجن وناس لم يدخل للسجن من رموز النظام السابق وثم دخلت للسجن وخرجت من غير مجبدول هالملفات الحقيقية حاسبوها على واحد عطيها عشرة بنوات زيادة مثلا حتى واحد حاسب على الملفات الحقيقية متاع التعذيب وإلا الديوانة إذا كان مفهمش طرف شكاة طرف مفهمش إذا كان بعد ستة سنوات المجتمع متضرر إذا كان بعد ستة سنوات خطر ثم تجارب عديدة إنصاف هؤلاء وإعادة الاعتبار لهم ومصالحة وطنية فكيفاش يقع توازن بين أنه عدم الإفلات من العقاب إنصاف المظلومين والمصالحة هذين خلقوا في الأخر جمع من ما تلوب بدون أن تقع وربما هذا اللي يقصد الأستاذ أنه تقع تسويات تحت الطاولة بين رموز الضحايا في المرحلة الماضية ورموز القمع في المرحلة الماضية لطفي حزوز لم نستيت ودخلت على الدور متاحة في متابعة الانتهاكات هذية مثلا الدور اللي كانت تقوم به ودور كبير قامت به قبل الثورة يام النظام السابق اليوم بعد تركيز مثلا الهيئات هذية ولا بعد ما زاد الدعم المجتمع المدني بمنظمات وجمعيات حقوقية أخرى ما زلتوا تتبعوا في مثل هذه الملفات وقالي على الأقل الملفات القديمة متاعكم قاعدين تعانولها في السويفيوين وصلت عن دهية الحقيقة والكرامة عن القضاء خذوا حقوقهم خذوا التعويذ المادي وأهم منه التعويذ المعنوي ميزة في منظمة العافة الدولية إذا كان ناخدوا ملف من الملفات نواصل العمل عليه يعني قضية فيصل بركات والوفاة تحت التعذيب كنا تصنى بالبروفيسور بوندر من بريطانيا من أجل مراجعة تقرير الطب الشرعي في عام 91 قمنا كذلك في الفين في فترة حكم رئيس منصف المرزوقي بطلب يعادة استخراج الجثة واستدعانا البروفيسور بوندر اللي قام باستخراج الجثة وتأكد إلي الوفاة هي ناجعة للتعذيب نعمل في السويفي نعمل في السويفي لجميع الحالات وهذه الطبيعة في العمل التي تعنا آخر تقرير كان عنا في ديسمبر حول العنف الجنسي في تونس مازننا نواصل رصد توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس في العمل مباشرة بعد أحداث الثورة لأن أول ما بدأت التحركات الاحتجاجية في تونس وبدأت أحداث الثورة كانت أمنيستي وهي من ريتسواتش هما المنظمات لوثقوا الانتهاكات أثناء الثورة أثناء يعني تحت الرصاص تحت الغاز المسيل للدموع كان يتم الاتصال بعائلات الشهداء وبالجرحة في المستشفيات وقمنا بتوثيقها واعطينا خريط الطريق للحكومة التونسية في مارس 2011 وحداش كنا كذلك منظمة العافة الدولية عرضت اللي هي ممكن تسلم أرشيفها للسلطات التونسية لأننا عنا أرشيف موجود في لندن يوثق الانتهاكات لكل في حقبة بورجابة وفي حقبة بن علي كنا عبرنا على استعدادنا من أجل تمكين السلطات التونسية إذا كانها جادة في المحاسبة اللي نسلموها الأرشيف ما تمش طلب من الأرشيف لكن مع السيدة رئيسة الحقيقة والكرمة باش نقوموا بتسليمهم بالأرشيف لموجود يصير تعاون معناها لا ثم وظيفتنا بالأساس هي التكامل مع المؤسسات الموجودة ومع الهيئات الموجودة لأننا في احنا عنا وظيفة سلبية هي رصد وتوثيق الانتهاكات وعنا وظيفة إيجابية هي التعاون من أجل التجاوز السلبيات لأننا في بعض الأوقات نشوفوا اللي أنظمة عندها عاجز مش إرادة غير متوفرة لكن نشوفوا إرادة متوفرة معه وجود عاجز نحاول نقدم المساعدة والدعم من أجل تجاوز السلبيات آخر تقرير قمنا بتقديمه حول التعذيب في تونس كان اللجنة الأممية لمنهرة التعذيب منذ شهر كنا قدمناها لللجنة وثقنا فيها الانتهاكات لحقوق الإنسان وثقنا فيها جرائم التعذيب في تونس وتواصلوا قدمنا جملة من التوصيات والنقطة الإيجابية اللي ممكن نشورولها حاليا اللي مع وجود على الأقل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية ولمجتمع المدين وحقوق الإنسان صار عمله تطوير أداء تونس في مجال حقوق الإنسان لأن أول مرة تونس بعد 17 سنوات تقوم بتقديم تقريرها حول التعذيب كانت منظمة العرفة الدولية وعديد المنظمات قدمنا تقارير أثرنا فيه بواعث القلق رصدنا فيه الانتهاكات وثقنا الانتهاكات لأن اللجنة اعتمدت على الأقل أغلب ما قمنا بالتقدم به تم اعتماده لأن عمليات التوثيق تكون عملية دقيقة وفيها معناها دقيقة بالاسم وباللقب وبالتاريخ بالنسبة لمنظمة العرفة الدولية ما نتحدثوش إلا على أسماء ومعلومات مؤكدة ودقيقة يعني إذا كان ثم نشبهة ما نصدرهاش في تقاريرنا قمنا بتقديمها أثرنا بواعث القلق لأن بعض الثور نشوفه في تونس عنا ستة حالات وفاة مسترابة هذه بعث قلق كبير رقط نشوفه حالات وفاة مسترابة نشوفه اللي السلطة ما اتخذتش إجراءات فعلية يعني ما علمتش حتى أهالي الضحايا بالإجراءات اللي تم اعتمادها وبمآل أو مسار التحقيقات عنا كذلك جملة مثلا قضية فيصل بركات المتهمين الأساسيين على انتهاكات حقوق الإنسان واضحين لكن ما زالوا يتمتعوا بالأفلات من العقاب عنا عديد الحالات اللي تم توثيقها عنا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية هذه موثقة وأكيدة عنا مشكل في الشهادات لأنه ممكن حتى في هيئة الحقيقة والكرامة فما مشكل في حاجزك الكسر حاجز الخوف ولا الصمت لأنه صعيب باش المرأة جي باش تمشي تتحدث على اعتداءات جنسية ممكن تخاف من الأهل من العائلة ممكن كذلك ثم عائق نفسي ما تنجم شتقد ثم كذلك مشكلة احنا لاحظناها في علاقة بالضحايا تم تسيس المصار أكثر ما يمكن هي مسارات للعدالة الانتقالية في تونس مطورة إلى الآن ما هيش مسار راحد عن المصار اللي جان التقصي كانت في البداية ثم بعد ذلك العفو التشريع العام ثم انتقلنا للتعويذات ثم مسار العدالة الانتقالية اللي أصبح ثم مسار محدد للأسف مع الطيرات هذه الكل كانت نشوف إذا كان كل حقبة سياسية تعدنا فيها كان يتم فيها جملة من الأجراءات اللي تم اتخاذها الضحايا تم تشتيط الضحايا معدوش ثم ضحايا نعرف الضحايا وقع بيناتهم انقسام وقع في سراع ما بين الضحايا اتهامات كله النظال بقداش يعني ضحايا هم يتحدثوا على ضحايا هذه الكل خلقة تشتيط الضحايا معادش عنها مسار راحت هيئة الحقيقة والكرامة يعني حسب باللي باش يتحكي على عملية التأسيس لكن هي هيئة موجودة كان من الواجب في اعتقادي يتم دعمها من أجل ارتلاع بمهامها وفي صورة تقصيرها يتم محاسبتها محاسبتها على التقصير هذا نعتقد في جميع المؤسسات يعني جميع المؤسسات نقدموها نقدموها من أجل إنجاز مهامها وفي صورة التقصير نقوموا بمحاسبتها وبمطالبة التطوير واضح أيها الأخدامسي كنا وقتا لنظام السبق ربطة كانت تصدر بيانات في الانتهاكات هذية في التعذيب حتى في المراقبة الإدارية وحتى في مسألة التعذيب النفسي ولا الاعتداءات حتى اللفظية اليوم على الرغم من تواصل هذه عليش ربطة ما عاش نشوف مثلا عندها بيانات الرابطة ما زالت عندها بيانات ولكن النظام السابق كانت عنده ظروف أخرى وفعية مختلفة كنا وقتا نصدر بيان في النظام السابق على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومهما كانت الانتهاكات كان النظام يخاف على سمعته أمام المنتظم الدولي وأمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتالي البيان كان عنده تأثير قوية ووقع كبير اليوم الوضع مختلف اليوم المفروض نحن عقليتنا في الرابطة تغيرت في اتجاه أن نتشارك في بناء مؤسسات الدولة مع القائمين على هذه البلاد بالتالي مش نصدر بيان ندد بيك في كذا قاعدة تصدر بيانات مش للتنديد لما أشير وألفت نظر السلطة إلى هذه الانتهاكات ولكن دور رئيسي اللي نقوم به متجمش تكون هو ضغط ولكن الوقع متاعه البيانات ما قصتش في الرابط كل حادفة تصير كل انتهاء نرصدوه إلا ونصدره في ذلك بيان حتى عملية صفع مواطن في ماركريس أمن في بنجردان أصدرنا فيها بيان ولكن الطريقة متاعنا في التعاطي مع هذه الملفات هي أن نحاول نوجه نحاول نقترح نكون سلطة اقتراح على السلطة القائمة اليوم بش نتجاوز مرحلة هذه البناء لأننا نحن في مرحلة انتقالية أخرى للأسف أنا نعتبرها مرحلة انتقالية مؤسسات الدولة غير مكتملة الأسس والركائز اللي تبني عليها نظام ديمقراطي ما زالت ما يش صلبة ما زالت ما يش متوفرة في بعض الأحيان بالتالي قاعدين نصندو في النظام اليوم نصندو في مؤسسات الدولة حتى تفطل عبيدارونا هذا الدور حتى هيئة الحقيقة والكرامة اقترحنا عليها تنقيح القانون اقترحنا عليها تدعيم تركيبة بتاع الهيئة اقترحنا أن ندخلوا كفاءات مش فقط من المجتمع المدني ندخلوا ناس أكاديميين يعني مش شوف الانحراف اللي موجود مثلا أن الناس اللي تقدم في شكيات متاحة يوميا وقدمهم الهيئة تمروا مرور الكرام وفي صمت ولكن وقتل يتعلق هاو شمعناها وقتل يتعلق الملف بسليم شبوب كل وسائل الإعلام هبطت وتشوفوا المصالحة وهذه يوريك أن أولوية بتاع النظام اليوم يحب يرجع رموز النظام خاصة الظالعين في الفساد المالي إلى الموقع الطبيعي بتاعهم يمكن بش يدخل معهم في عملية شاركة لتحريك الدورة الاقتصادية ولكن هذي نعتبروه نحن انحراف بدور المؤسسات بتاع العدالة الانتقالية وبالمسار بتاع العدالة الانتقالية اللي بش نوصلوا ونصرحوا أنه تم قبر مسار العدالة الانتقالية أجهض هذا المسار و بشي أدي بنا بعد ثلاثة سنوات أو سنتين إلى صدور حكم المحكمة الإدارية يقضي بعدم دستورية القانون بتاع المسار وهذا نبهنا له منذ انطلاق المسار ومنذ تركيبة اللجنة هذه الهيئة سرتو ولكن لا حياتي لمن تنادي ما فماش يكون يسمعك بالنسبة لواقعنا اليوم نقولوا فما تعذيب نحن كراب تنسيل دفاع القانسان مش نكونوا دقيقين في المصطلحات ما نجمش نقول فما تعذيب في السجون ولا في المراكز الأمن اليوم لأنه التعذيب جريمة لا تثبت إلا بحكم قضائي نهائي وبات بالتالي نحن كمكون مكانوات المدني نرصد الانتهاكات ونقول وراه فما من تعرض إلى العنف والتعنيف وراه النظام اليوم السلطة ما يشكعد تتبع في المشتكة بهم ولا اللي فما شكون شبهة فساد على مستوى تعذيب وفساد ماليا وإداريا وإلى غير ذلك بالتالي قلت لي أن نلقاوا الدولة تصمت أمام هذه التشاكيات وأمام هذه يعني البيانات اللي نرصدها والمراسلات خاصة نحن نعولوا على المراسلات نرسلوا في الوزراء ونرسلوا في رئيس الحكومة هاي الوضعية وهاي الظروف الموجودة تحركوا حتى يتحمل كل حد مسؤوليته في الانتهاكات إذا ما نلقاش رد فعل إيجابي أنا بالتالي بشأن نفهم أن هذه الدولة تكرس في عقلية الإفلات من العقاب وهذه العقلية تؤدي إلى تكرار الانتهاكات وتواصلها ويمكن أنها تتطور لأن حاجة الخوف بدأ يرجع اليوم شوفوا قبضة الأمن وقبضة النظام الأمنية البوليسية اليوم رجعت اليوم فضل اعتصامات في كل مناطق البلاد أصبحت تتم باستعمال العنف الشديد شفتوا قرقنا شفتوا الدهماني بخلاف استعمال العنف من قبل السلطة الزجب المعتصمين والي هم خيرة شباب هذه البلاد في السجون وفي المحاكمات ويدخلوهم في دوامة متع جلسات ومعنى تقول مدة 3 أشهر والشباب قاعد يتحاكم فما بعض المحاكم تصدر في أحكام عدم سماع الدعو هذا مؤشر به في القضاء أنه ما عادش فما تعليمات ما عادش فما القضاء ينضبط لهذه التعليمات والإرادة السياسية هذه ولكن فما زادة كذلك جمعية المجموعة متع المفروزين أمنيا في تونس تعرضوا للتعنيف تعرضوا للضرب تعرضوا إلى أسألة يعني بتاع النظام السابق الحقيقة يرجعوا شكون أصحابك قدرش من واحدة العائلة قدروا وين تقرأ وين تشتعمل وين تنشي وفي الأخر المحاكمة متاحهم لليوم نطلبوا عارضة مع الفحص الطبي ما يستجيبوش والأثار متاع العنف باينة وفابتة ووافحة عن تسجيلات متع اعتداءات الأمن عليهم في مسيراتهم السلمية وفي وقفاتهم الاحتجاجية السلمية هذي كل يخلينا نحن نضرب ونقوص الخطر ونقول ورانا ماشيين في طريق اختيرة نجم تأدي بنا إلى وضع أتعس من ما كنا فيه قبل أربعة تجانفي واضح مدام أوليه كيف يتم التعامل مع الملفات اللي يوضعوها هؤلاء مثلا دي ما نحكي ونرجعو معناها بغض النظر من الناس اللي تصلت عليهم بعض الانتهاكات كيفش يقعد التعامل مع هذه الملفات يعني تاخذوا الشهادة تمتحهم مسلمة وانت قبل أحكيت على جلسات الاستماع لهم يقعد تثبت تعملهم كونتر فيزيت بعثوا لهم طبيب كيفش تتعاملوا مع الملفات هذي اللي يجيكم يقول لكم راني تعرضت للتعذيب مثلا فهو الحقيقة بشن جيوب على الأستاذ قبل هنا لا أفشي سرا فيسبوك توتقوا اللي الرابطة التونسية لحقوق للإنسان امصبت ملف كجمعية ضحية للهيئة فانو نقولوا أجهد هذا المسار وفشلت الهيئة هذي ونقدمو لها ملف جمعية ضحية راو معنتها دي جوجمان دفالاغ وحكم معنتها كيفش هنا حاجة فشلت وانا نقدم لها ملف كجمعية ضحية ماذا بينا ديما ننسبه يعني الرابطة ديما ننسبه ديما ننسبه يا أستاذ ايه نقول أنه يدع الملف حظا للذاكرة ايه معنتها صحيح هي تحفظ ولكن معنش مش مشكلتنا في أشخاصنا كنقولوا المسار أجهد مانش نحنا حاشنا بتحقيق العدالة ويرد الاعتبار لأننا نحنا كرابطة نحنا نظلاتنا ايه هذا هو دونك معنتها فمع اعتراف بمصدقية الهيئة اللي يبتجوا متوسلكم الحاجة اعتراف بمؤسسة قانونية وموجودة بالدستور ومنظمة بقانون هذه الدولة نحنا نتعامل نحنا لا نطلب أكثر من ذلك لتقييمنا لأداءها لا نطلب أكثر من ذلك نرجعوا بشنا بش نختموا مداموا ليه تعاول مع هذه الملفات احنا اي مواطن وإلا جمعية خطر احنا تعريف الضحية في قانون العدل الانتقالية وهنا نحب نقول رأي الهيئة ما كتبتش قانون العدل الانتقالي بش تجيب أعضاج دد وأكاديميين على فكرة هي فيها أكاديميين نحنا عنا داكاترا في القانون وأساذة جميعين معنا وعنا ناس أكاديميين في الهيئة هذه نحن لا نملك هذا القرار هذا المجلس التأسيسي هو اللي اكتب القانون واللي نقح القوانين هو مجلس النواب هذا أولا وثانيا اللي معانتها الأعضاء اللي استقالوا واللي خرجوا من الهيئة مجلس النواب هو اللي يفتح باب تقديم الملفات وبعدين هو اللي يقوم بالفرز فالهيئة هذو مزوز الحاجتين لا تنقح القانون ولا تختار شكون ينظم لها والهيئة تطبق القانون ومرة أخرى بش نسألوها لماذا لم تطبق القانون متى لم تطبقه بالنسبة للملفات احنا قد مننا مواطن قلت ما فهم الضحية واسعة للضحية يكون شخص معنوي يكون شخص طبيعي ويكون جماعة ويكون حتى جهة ضحية أي شخص يتقدم تقديم الملفات سهل نسخة بطاقة تعريف وتتقدم الناس اللي كانت سمحني في النقطة هذه ضحايا ولكن مثلا كما كنا نشوفه توفيوا معناها حتى تحت تعذيب الورثة ورثة الجمعيات حتى أحزابهم أي شخص يشاهد ينجم يجي قد بشنكون واضحين احنا ناخذ الملفات أول مرحلة هي مرحلة الفرز نشوفه شنية الملفات اللي تهم لهاي أو الملفات اللي ما تهم هاش خاطر فما واحد عنده عركم عجار ويجيش يقدم الهيئة هذا ملف خارج نيطاق الهيئة وترجعه له والرجعه له ونجاوبه فما ثلاثة معايير بش يكون الملف من أنظار الهيئة الأولا أنه يكون ملف معنات فيه انتهاك جاسيم لحقوق الإنسان صادر عن الدولة أو من يتصرف باسمها أو تحت حمايتها أو انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان صادر عن الدولة أو من يتصرف تحت حمايتها أو يكون انتهاكا جاسيما وممنهجا متى كان صادرا عن مجموعة منظمة هذا الحاجة الأولى المعيار الثاني هو المعيار متع الزمن الأول من جويلة 55 31 2013 المعيار الثالث هو القائم من انتهاك الدولة من يتصرف باسمها أو تحت حمايتها وإلا مجموعة منظمة هذا وما ننساوش الفساد الاعتداء على المال العام والفساد وتزوير الانتخابات وديما الفصل الثمانية خاطر ورده على سبيل الذكر للحصر في كينفرزوا الملفات ونعرفوا إلي الملفات هذي اتهم الهيئة لأن يقع الاتصال بالأشخاص موديعي الملفات احنا نسميهم وتصير معاهم جلسات استماع سرية الجلسة هذي يحذرها الشخص الضحية وإلا الشاهد وإلا القائم بالانتهاك وينجم يحذر معاها إلي يحب مبدئيا هي السرية لكن هو حر يجيب محاميه يجيب شكون معاه هو حر احنا اللي يحذر الجلسة هذي عنا زوز يحذر معاهم نسميهم احنا مستمعين واحد مختص في القانون والثاني يكون مختص لأما في علم النفس وإلا في علم الاجتماع وإلا في الخدمات الاجتماعية توفرهم الهيئة هذو توفرهم الهيئة فما كاميرا فما تسجيل لكن نسأل الشخص هل يريد أن نسجل هذا أم لا وهذا يتم لا ويعطينا ترخيص كتابي الترخيص يكون كتابي للتسجيل صوت وصورة وعنا إفادة الإفادة هذه احنا عملناها بالاستعانة بخبراء تونسيين ودوليين فيها أسألة نحاولوا أنه نجاوبوا على الأسألة ونخليوه يحكي على معاناته هذه جلسة الاستماع السرية بعد الملف يصير تحليله ويصير التحري فيه خطر بالطبيعة الشخص روكي يحكي يحكي بجوارح ويحكي باللي حسن النجم ساعات يزيد النجم يزيد ونجم ينقص ونجم ينسى هذا بش نكونوا واضحين احنا بعدين نحللوهم نحللوهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتاريخيا وقانونيا نشوفوا الشهادات انهوا الأرشيف اللي يلزمنا نمشيولو فما شهود اذكرهم نستمعو لهم فما أعباد كانوا حاضرين نمشيولهم أفراد عيلتوا هذي الكل ورقتوا التجاوب من مثلا مش من متضرر مباشرة اللي جاوشكي مثلا فما شهود في وقت التقصي والتحري من صحة اللي قالوا اللي متضرر فما التجاوب فما ناس شهدت فما ناس شهدت بل أكثر من ذلك فما ناس ضحايا وجات قالت لن أتكلم عن شخصي وأرفضوا أنا جيت بش ناخذ حق فلان أنا جيت وصدقني ونساء جات قالت أنا فلان مات وأنا حاضر على موت وتحت التعذيب وأنا ننسى روحي وحاشتي بحق هذك وأنا جيت بش نشهد لسيدة ذك يعني صدقني شخصية التونسي عظيمة جدا هذا التونسي اللي أحنا ديما نتصوره قوي وقدشه معطاء وقدشه ينسى روحه توينسى وأغلبيتهم يجي يقول لك أنا طالب كشف الحقيقة وما نيش يا سيدي مع شتى التعويضين لا لا مش حتى على التعويض يقول لك يجيني ويقول لي راني ظلمتك يجيني ويعتذر لي وخاصة يقول لي راني ظلمتك توينسى روحه معنا ما أنتحنا نشوفه فيهم ناس عانات فضاعات ما يعلم بها كالرب ولكنه ما عندوشي هذي عقلية الانتقام ولا عقلية الثقر ما عندوش آما يحب الشخص يعترفه حب يعترف له يقول له راني انتهكتك فبعد قطلك عنا نقوم مع التحليل والتحريات بعدين فمنسبة كبيرة من ملفات بيش تتحل في إطار الهيئة واللي هنا تتوجه للجنة الفحص الوظيفي وإسلاح المؤسسات اللجنة جبر الضرر وإعادة ورد الاعتباع كل الملفات متاعنا تتوجهها بضرورة اللجنة حفظ الذاك راح نعنى ستة لجان في الهيئة لجنة المرأة كلهين فما مرأة في أي لجنة من اللجان هي تدخل وتهتم بالجانب هذا كذلك بل أتعس من ذلك بل أتعس من ذلك سيارات فما شكون أبناء مساجين اغتصبوهم مربي بل أتعس من ذلك بل أتعس من ذلك مربي اي اي وقت اللي البول لهم يبدأوا ملوحين في الحبس صغارهم يصير فيهم اي فما فما أنت يشوف فضاعات وذلك عليش روي يجبنا الدوسي هذا نحلوها والهيئة أنا نقول هذه فرصة فرصة أوتيحت لتونس لعدالة الانتقالية هذه باش نقرأ وقبل احنا لكونا نحب ونطويب الصفحة ولا من يحب تطويل الفترة هذه وهي فعلا فعلا فترة انتقالية ولكن كشف الحقيقة مهم يجب أن نقرأ هذه الصفحة جيدا حتى ولادي ولادك ولاد الناس ذوما ولاد ولادنا ما عادش عاودي يصير في تونس حتى التونسي ما عادش يسمح الروح وباش ينتقم ويعذب التونسي هكيكا وما تفهمش عليش يعني أنا وهنا نقولها قبلها كنت نحكي مع الأستاذ احنا مشينا للمانيا باش نشوف تجربة للمانيا ونشوف وش عاملت أستاذيا فلمانيا من عام 1978 وقف التعذيب فلمانيا رك تحس بالعقدة تحس بالعقدة من 1978 وقف التعذيب فلمانيا تشوف الناس مشتاجين ومعنت هو ما عامليني لهم قيمة واعتبار كبير نسألهم قدست تلات سنين ونص عامين وسبعة وشهر اللي احنا عادي الساعة تسعة سنين والسبعة سنين حاجة عادية جدا عليش التونسي فعلا ندعو الاخصائيين نمتاعنا نفسينين الاجتماعيين انهم يدرسوا عليش احنا نسمحوا لرواحنا باش تونسي يعمل حكاكة في تونسي انا نقول الهيئة هذي راهي فرصة لتونس رانا احنا وهنا رانا مديني دين احنا مش كان الاخمستاش رو ياخد معانا مئات وخبراء ونستعين بخبراء واساذة جامعين خاطر راهي مهمة لهاي راهي هذا الكل بشي تكتب في تقرير احنا خرجنا توا تقريرنا المالي وتقرير النشاط متاعنا لسنة 2015 لكن راه وفما عندنا تقريرنا النهائي اللي بش نقدموه واللي بش يحكي على كل اللي صار في البلد بش يحكي على فضاعات كامل بنيونس تقرير تقولك حتى ابناء مساجين سياسيين ولا مساجين اللي هم سياسيين ولا حتى مساجين عاديين اقتربوا في السجون ابنائهم تعرضوا للاختصاب من مربيين من ظفرين يقولك اختي عملية اقتصاب في الكراهب يقولك اليوم شفنا الحالات اللي كنا نشوفه فيها رجل ولا معاق اللي وجه تشوه اللي معناها فضاعة كبيرة مع التعذيب بي تقرير بش يكون هذي وشنو اللي نجم يرجع الاعتبار ولا ينسي الناس هذو والاحكام الاعدام اللي وقعت على الوطنيين عام خمسة خمسين بعد ما اختلفوا ما سميه باليوسفيين والبرقبيين وبعضهم عدى عشرة سنوات سجن او اعدي ماهو عشرين سنة سجن لمجرد انه دفاع فلوس يدعم في الحركة الوطنية وبعض الكبار اختلفوا قالوا له انت من مجموعة علي زليتن ولا صالح بن يوسف وهذو عددهم كبير وانا من جربة نعرف البعض منه ما عنده حتى شيء ما عمل في السياسة ما كانش ناشط مجرد انه التاجر كان يمول في الحركة الوطنية وهبط في اربع مظاهرات ولا نظم اضراب متع التجار ومتع الوتيكاء ولا الفلاحة اليوم نعم الاولويات الاولويات الاوليوية وقف التعذيب والانتهاكات الان وبكل لطفة اقول الاخي ايوب الرابطة انا مراش انه اولوياتها الحوار الوطني والامور السياسية وتمشي الستوك هول ومتاخد في الجواز وقت لي عندك تسعين في الميان من المساجين متع الحق العام والشبه والحالات الخاصة في وضع مزري وعائلاتهم تعاني الناس اللي كانوا يتبعوا في ملفات في الرابطة المرحوم محمد الشرفي الاستاذ عبد الرحمن كريم واخرين ويتفاوضوا مع الداخلية ويدوروا من حبس الحبس ويتبعوا في ملفات الحريات كان ثم لجنة الحريات في الرابطة ما عادش نشوفوا فيه برشة هذين أنا مهمني ش يعملوا بيانات ولا ما يعملوش أما تحسين أوضاع السجون وظروف الإيقاف الآن وما يجينيش كل وزير يقول نهي مش سياسة وبالمناسبة لا هاي رابطة نشهد على الأقل في قناع وزارة العدل باش إنها تقول بسيارة فوشية للسجون هذا مهم جدا المشكلة مش مشكلة ترابطة فقط مشكلة وزارة العدل احكي معان مع مدير أو مدير عام السجون طيب يقول لك كل يوم عندي سبعمائة سجين يلزم نهزهم للمحاكم ما نجمش نهزهم بالتحقيق نهز كان اشترهم يقعدوا يعدوا ستة شهر ولا عام ولا عامين زيادة لأني نقصتني إمكانيات لأنه نقل السجون من وزارة داخلية إلى وزارة العدل من غير فتعمل لهم إمكانيات كارثة أمر آخر لابد من أعطاء سلوحيات للقضاء يعني تكبير المؤسسة القضائية وإعطاءهم إمكانيات كما نحكي لقطب القضاء إمتعام وحاكمة ملف الفساد أربع قضاء فيما كاتب بدون إمكانيات ما نجموش حاجة القضاء زيادة عدد للقضاء إعطاءهم إمكانيات ما ننسوش تصريح الأستاذة روضة الجرافي في قضية جريمة العملية الرهابية في باردو اللي قالت وقت عملية سوسة تبين أن التحقيقات اللي تعملت الكلها تحت التعذيب وأن العشرات والمئات اللي كان يعلن عليهم وزير الداخلية السابق وجماعة إطارة الأمن يخرجوا في الجرائد وكل مرة يورونا جماعة هزين يديهم فوق الحيط كلها مش صحيحة وأعطي الملف لفرقة أخرى للتحقيق فيه وتبين أن فرقة الإرهاب في الجرجاني وجماعاتهم كانوا عملوا تحقيقات تحت الضغط اتهموا ناس آخرين ولو كان يوقع كشف الحقيقة في الإبان ربما جريمة تسوسة وجرائم أخرى ما وقعتش فقضية التعذيب اليوم إرجانس إذن حب ننصف الحقيقة مفيد الاستماع الضحايا التعذيب في الخبسينات والستينات حتى الآن نوردين بن خذر صادق بن مان حمال أمامي وآخرين وكل التائرات السياسية وصولا إلى التجاه الإسلامي والنهضة لكن الأهم نعمل أولويات وأنا نقترح ونعتبر أولويات الأولويات يلزم كل منظمات المجتمع المدني تقوم بها الآن بإلحاح نعم أنه مش فقط مش فقط تصدر بيانات ولكن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تأخذ موقف الناس اللي ضحايا كمن هذه كان عريس كمرشيد واليوم وعاق كمن هذه يعملون محل مستعجل أو وسيلة بن جيرات وأختها اللي واحدة منهم هبلت هبلت ثم استغلال حتى ثمت جيران قاعدين يستغلوا أنهم أيتام بهم وهم وما تحب فكرهم دار فهذه يجب تتعمل مؤسسة في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لمتابعة هذه الأخضاع ومتابعة هذه المعاقية هذوم اللي معاش تتكلم وشفون لهم حلول مش كله نغال ولكن حلول عملية جسموا بش نختم لطفي عزوز ما المطلوب اليوم وأهمية التسريع في إيجاد حلول لهذه الملفات كيقولوا حلول رو مش بالضرورة كما كانت تحكي لو استاذة توا تعويض ما دي ليرا أو حتى تعويض معناها النفسي والإحاطة النفسية وشوف وشوف تجربة نسيهم في اللي صار لهم ولا لي السلطات مطلوب منها اتخاذ إجراءات عاجلة وإجراءات عملية ما هوش فقط اعطاء مجرد وعود أو تعبير على النواية لابد من اتخاذ إجراءات فعلية حاصة من أجل الأشخاص المزال ويحتاجون الرعاية نفسية الرعاية اجتماعية الرعاية كذلك صحية لابد هذا ما تكون عندهم الأولوية في المعالجة باش الحالات انتحهم ما تتعكرش ويتم تقديم الدعم الضروري لجميع الهيئات المستقلة حالية لتعنى بحقوق الإنسان وفح يبلغ ديبس هاي دور لمنظمات المجتمع المدني للضغط على السلطات باش انها تلقى حل للي فات وللي جاي خاصة ولي مزال اليوم لانه اذا كان بعد ثورة في 2016 نحكي على تواصل تعذيب وتواصل اختصاب وتواصل ولو انا ما هيش في اطار سياسة دولة ممالجة ولكن حتى الدولة تتحمل مسئوليتها باش انها تضع حد لهالممارسات الفردية هذي سعي ندقوب كمجتمع مدني ودون كلل ودون ملل والنتائج قاعدة تتحقق نحن نلمس في تقدم في مكاسب قاعدين نحقوا فيها خاصة في الحملة الاخرة متاع السجون شفنا كيفاش تفرض على السلطة اليوم انها تقوم باجراءات مستعجلة ولو انها نغير كافية وهذه قاعدين نعبروا عليه وقاعدين مزالنا ننفله فيه ولكن حب نرجع انا نقول انه الاقتل الفاذ الساسي في الحبيب بورجيبة مزال يدور والاقتل النبي البركاتي في مركز امن مزال يدور وزاد ترقع والنمط اللي تمشي به الهيئة اليوم تاع الحقيقة والكرامة نمط بتيء وفيه يعني انسياع لارادة سياسية تحب تسبق المصالحة قبل كشف الحقيقة وقبل المسائلة خاطر المصالحة في القانون العدال الانتقالي وهي ماش بدعة انسية نصدق لنظم سوتي لسوتها وما نجمش نجي نعمل مصالحة مع شخص بل ما نكشف حقيقة شعمل هو وشكون نتضر ونسائله وثم المعني بالأمر والمتضر يجي يقول انا يا أخي ما عادش نحب ينتبعه السيدة ذايا ما عنديش مشكلة معهم سامحه وقتها تنعمل المصالحة وما صار شي فقط او كرد اعتبار يعني نفسي ومعنوي صار اذا هرنا حمدت هذا قلت موجود مع تكريس عقلية الافلات من العقاب وانو السلطة مش قاعدة تتحمل مسؤوليتها توجاه المنتهكين والجلدين يؤدي الى تواصل هذه الممارسات وهذه الانتهاكات وانا نقول لكم اراه اللي جاي اتعص واللي موجود اليوم في السجون يعني اللي يدخلوا من مراكز الايقاف ويوصل للسجون يوصلوا لجا بأثر التعذيب وآثر العنف لكي يدخل للسجن ما تقعش المعاينة الطبية اللازمة بالتالي التهمة ستوجه للأمن اللي وقف مركز الايقاف وللسجون ثم المحكمة هي اللي بش تفصل في الاخر وهذه الانتهاكات ما هيش بش توصل للمحكمة ليش لأنه الرؤساء المباشرين انت كيف لخر متاع مجلة الجرايات الجزائية مثلا في حصلها جديدة ينقص مكسب كبير جدا ونفتخر به اليوم في المجلة الجرايات الجزائية ولكن دائما نحذر أنه علينا مزيد من العمل ومزيد من النضاء من أجل تدعيم ضمانات المتهم أمام بحف البداية يعني باقي فما إخلالات وباقي فما يعني كالإذن الكتابي فما ممكنية غير متوفرة اليوم أمام القضاء بش في كل يعني إيقاف يقع إذن كتابي وكي الجمهورية بش يتنقل هل نستدناه بش نواجهوها إلى حد الآن العلاقة طيبة بين المحامين ومراكز الأمن ما صارتش أشكاليات بالعكس في كنف الاحترام التم ولكن عرقية العملية ما ردها الإمكانيات الهزيلة لدى السلطة القضائية مدام علب النجمة فما خوف اليوم وأنه بطء مسألة العدلة الانتقالية يكون تنظير وإلا تكريس لبسألة الإفلات من العقاب هو الحقيقة أنا من قائدي بمعندها بطء ما فهميش بطء الهيئة رايكب دات ما عندها حد شي يعني أحنا بدينا 15 شخص لعن لا مكان لعن لعن أوردينتور لعن كاتب لعن تليفون معنطها أحنا بنينها الهيئة دي حجرة حجرة قعدنا أربعة أشهرة السيد الرئيس الحكومة وقتها قال بش نعطي لكم مكان مجهز ومؤثف معتنا حد شي بعد أربعة أشهرة وحلينا باب وبدنا بش نكري ومقر وكرينا ومقر وبدنا نحسنه فيه بش الردو يعني حاجة بنينها معنا حتى عاون يخدم معنا وأحنا بش ننتدبو إجراءاتنا راي يلزم تحط إعلانات وتقبل الناس وتعدي لهم دي تاسد وتشوف عندهم شي سوابق ولأمو ما فماش بطء أحنا في كل الحالات رو أربع سنوات أحنا عملنا أربع سنوات قابل للتجديد بسنة بسنة واحدة لا مش مرة بسنة واحدة يعني أنا نقول مثلا ما شبط ونقول راهو المصالحة هي غاية وليست واسيلة وراو حتى في حكاية التحكيم والمصالحة والأستاذ قبيلة ذكر المسألة راهو نحب نقول اللي فصل 49 من القانون اللي ما كتبتوش لهي يقول يتضمن القرار التحكيمي التنصيصات التالية عرض تفصيلي للوقاع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليه اثنين بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها ثلاثة تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤولي عنها أربعة تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها ما فم حتى شيء تخبح حتى في ملفات التحكيم والمصالحة كل شيء في منتهاء الشفافية وفي منتهاء كشف الحقيقة يعني فم حاجة ثالثة واخرش كل ملفات ذي جازة للنشر والنمو يطلع عليها في شكال الفصل هذا وذي كل المعطيات اللي ينقلوا فيها تبقى رهين معناها مصدقية وجدية السيد اللي جاي قول راني انتهكت ونعطيت وخذيت معنا إذا هو ضرب مئة المليارات في عشرين سناء يجيك يقول لك صحيح راني سرقت وتحيلت وعملت لكن في عشرين مليار برك أي أنت رقابتك عليها هني راهو إذا كان أولا راهو احنا في الهيئة أو أنا هنا أنا شرفوني زملائي إني رئيسة لجنة البحث والتقص راهو لجنة التحكيم والمصالحة تخدم تخدم في ملفها لكن احنا راهنا نتقصها وفي ملفنا يعني أنت مشو احنا اللي جينا ما نعتدوش نستمو هده نسألتوني تقبيل إليات التحقق من صحة ما يتم نحن نبحث وراو حتى من جهات أجنبية طلبنا الأرشيفات متعتونس اللي عندها والجهات هذه قطب القضاء المالي يتلب ملفات سليم شبوب وما تحصلش عليها لابن سويسا لابن أوروبا لابن نعيد دولة في العالم بالنسبة للتعذيب والأستاذ أكد على ذلك راهو فمّا هيئة الوقاية من التعذيب وها اللي هي مزالت تعينت وحنا نشده على أيديها ونتمنى نقولها النجاح في المسألة هذه وبربي بالنسبة للناس ضحايا الانتهاكات اللي ما تقدموش أنا نحب أن نقول حاجة راهو المفكر هاورد زاني يقول سي للابن نان با ديزيستوريان الإسطار سورا توجو إكريت بارلشاسور فأحنا إذا كان الضحايا ما يجيوش ويحكيوا تاريخ لانتهاكات مشيقوا ديمة رواية الجلال فبربي حتى نوقفوا هالمسألة متاع رواية وتاريخ الجلال فلتتوجه الضحايا إلى مراكز هيئة الحقيقة والكرامة تبلغ مستاشر جوان ويصبوا ملفات ونسخا بتاقي تعريف تكفي مرحبا بكم يا أخي صبونا ملفاتكم وكي أحنا ما نقوموش بواجبنا دونكم وإيانا